وفقا لمعلوماتي الشخصية أنت كنت تناكد بعض الشيء يعني لربما قناعاتك هي اللي تدفع بيك إلى المناكدة يعني مثلا التمثال اللي أرادوا يعملون من ذهب لصدام حسين أنت كنت معترض والله هو يعني مش محروف تروي أنها أريد أسمعها منك هي مش حبا بالاعتراض ولا المناكدة وإنما يعني قناعتي يعني هذا أحد الشباب في الموصل مودي مقترح لرئاسة الجمهورية أنه أقترح أن يصب تمثال نصفي لصدام حسين يكتب عليه سيرته هذا المقترح ما يعرف مين بالرئاسة مشكل لجنة أحالها للمجلس الوطني كان عزيز نائب الرئيس المجلس الوطني أي غانم عزيز غانم عزيز فالمهم بعث لكل الأطراف الدولة الأمين المخابرات الداخلية الإعلام كل حاضرة يعني قاعة كانت مليانة ومن ضمنها الحزب كمالي الحديثي كان هو مسؤولنا قال لي روح حضر هذا الاجتماع قلت له شو القدر قال ما بعد روح حضر وشوف من الحرف فسمعت الحوار اللي بدأه عدلوا على هذا المقترح أن يكون لأتمثال طولي أنه صدام طويل والسيرة كبيرة نحطها عليه نحطه بعدين نطلقه في صاروخ العابد يعني تعديلات كل واحد يبدله وانا ساكت بالنهاية تعديلات فيها تملق واضح ايه واضح فبالنهاية قالي شو رأي الحزب قلت له ما عندي رأي بدك رأي الشخصي بنطي قلت بالحرف الواحد قلت فكرة مجنونة فكرة مجنونة هذا التمثال إما يسقط بالمحيط الهادي بالمحيط الهندي بالأطلسي من يطلعه من يدري به بغابات الأمازون إذا سقطنا من يطلعه إذا سقط ببيت واحد منكو ما بتخبه يعني شو قصدك يسقط يعني بده يطلقه في صاروخ العابد وين بده يسقط يطلقه في صاروخ العابد وين بده يسقط بس السؤال المحري إذا سقط ببيت واحد منكو شو بتسوه ذهب تمثال ذهب يعني طون ذهب مثلا قلت له بده يحي رمز من الرموز الفكر بتقولهم شو وصلنا فلسفة الفلاسفة والأدباء والتاريخ العربي ورموزها غير عن الكتب طب صدام حسين عنده عشرات المؤلفات تترجم وتوضع بكل مكتبات العالم وإحنا بدأنا هذا الأمر يا مش ما بادين إحنا ملأنا المكتبات في العالم مثل هذه الكراسة وباللغات حدود سبع لغات بكنا نترجم هذه الأحاديث وهذه الكراسات ونوزعها ببلاش طبعا هذه هي الطريقة الروسية السوفيتية الكورية يعني الفيتنامية زمان يعني أن نوزع بالمجان وهذا بتقديري خطأ يعني أنا ما كنت مقتنب بي لأنه أي شيء بالمجان ما حدا بقيمه ما حدا بيعطيه تروح تشتري الكتاب بعشر دنانير بتحطه مكتبك وتقرأه تخذه بالمجان ما يبتع ما حدا بالنتيجة عن نقاش على موضوع التمثال نقاش رفع كل هذا المحضر بجوز عشرات الصفحات المهمة إيش لو نرلخصوه لرئيس صدام حسين كتب هيك بهالحرف إشارة استفهام وكتب نعم الرأي رأي الرفيق حسن بلغوه تحيات وانتهى الأمر لا صار تمثال ولا أطلق تمثال ولا صار شيء ولا ذهب يعني مش معقول بس صارت فيما بعد يعني تعددت النصب والتماثيل لصدام حسين التماثيل بس مش ذهب يعني مش ذهب يعني مش تطلق بصاروخ العابد والصور استعيض عنها بجداريات هذا الموضع وبغداد أيضا استعيض عنها بالمحافظات يعني خلن نكون واقعين للأسف للأسف في يعني شعراء السلطان كتاب السلطان كل ياتنا يعني بهذا البعض كان كلهم مؤيدين بدأ الفنانين النحاتين يعني هذا رزق لهم صح أو لا فكل واحد يتباره يعمل تمثال يعمل كذا والمحافظين يعملوا وكل واحد يعملها بساحة صحر في مزايد إذا بدأ صدقا أنا بجوز حكيها لطيفا صيف جاسم كان وزير كان رفق حسن لا تحكي بهذا الكلام بالحر اشتركوا في القناة